السلام عليكم بنات كديرين لبس عليكم بخير نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير ومدعوا الفيديو دينا بصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام بالنسبة للبنات اللي يزور القناة ديالي الاول مرة كنقول لكم مرحبا والف مرحبة ما تنسونيش من اللي جيم فعلوا الجرس ودروا الاشتراك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الفيديو دينا البنات اليوم بريوش مالحين بطريقة زوينا وبحشوة ديدة وعجينة بحل يعني كتجي كيف مشتوق بحل لقطة بقوا معي باش تعرفوا عن المقادر وبالنسبة للحشوة دينا البنات عندي هنا واحد البصيلة مقطعة القيقة وفليفلة حمرة واحد الجزارة محكوكة في الحكاكة الغليضة شوية ديال الزيتون وعندي واحد شوية تقريبا واحد مئتين جرام ديال الكفتة انا كنت استعملتها يعني في حاجة اخرى وبقيت ليها هادي كتارا نصيب بها هاد الحشوة هادي سوف يقدروا بنات شوية ديال مليحة شوية ديال بزار وشوية ديال خرقم بلدي شوية ديال تحميرة وشوية ديال تومة بودرة كنت شحروا كل شي مع بعضيات والبنات على عافية مهيلة حتى كنت نزلينا مزيان ديال الخضيرة عاد كنضيفوا ليها ديال الكفتة كنضيفوا هنا واحد المعلقة كبيرة ديال القصبر والمعدنوس حتى كنت طحنين ديال الخضيرة عاد كنضيفوا ديال مئتين جرام تقريبا ديال الكفتة مهمتما على حساب القياس اللي عندكم دائما كنقول لكم بلانك تستعملوا ذاك شي اللي عندكم في الدار يعني ماشي ضروري تكون شي حاجة كتيرا تبارك الله هدو الحشوة راهاك تخرج لنا صافي البنات غادي نبقاو هاكا كننطيبوا على ديال الكفتة ديالنا وكنفرتوها حتى كنت جانس لنا قاعدوا كل العناصر وكنضيفوا لها الفيغميسيل بالنسبة للعجين البنات غا نحتاج 500 جرام ديال بحين معلقة صغيرة ديال ملحة وحضل معلقة كبيرة ديال السكر سانيدة ومعلقة كبيرة ديال حليب بودرة كنحتاجوا معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية وشوية ديال الزيت البلدية او الزيت النباتية اللي بغيتو والمدافي باش نجمعوا هاد العجين ديالنا كندلكوا العجينة ديالنا البنات مزيان كندلكوها مزيان كنرشوها بشوية ديال البلحين وكننغطيو عليها ونخليوها حتى كيتضاعف الحجم ديالها وتكون ديك الحشوة ديالنا تأي بردات ونير البنات بعد ما خلينا العجين ديالنا حتى يرتاح والضعف الحجم دياله غدي ناخدو العجين ديالنا وغدي نديروها قطاع صغيرة يعني على حسب الحجم اللي بغيتو انتوما غدي نشكلوهم كويرات صغار ونديروهم في واحد بلاطو نغطيو عليهم حتى يرتاحوا واحد خمسة دقايق بحلاكة وندوزو نتلقوو حيدة بلوحيدة ونديرو لها الحشوة اللي صيبنا سوف البنات هنا يخلينا العجين ديالنا حتى يرتاح غدي نحتاجوا شوية ديال جوبن ديال موزاريلا غدي نحتاجوا لزيين شوية ديال زيتون قطع عرقيق شوية ديال طوماتس وغازين قطع عرقيق وفليف الحمرة وواحد شوية ديال جزر محكوك وباش غدي نزيونو الوجه ديالهم هاد البريوشة البنات كيجيو صراحة غزالين ومنس سمين صراحة كنتمنكم ان شاء الله تجربوهم وانا متأكدة غدين يعجبوكم سوف ناخدو دوك العجين ديالنا لخلينا كيرتاح غدي ناخدو وحيدة بوحيدة نطلقوها شوية بالمدلك غدي ناخدو الحشوة ديالنا خصتكون دروري بردات شوية من ديروها شوية سخونة سوف نديرو القياس ديال واحد معلقة كبيرة هاكا يا عامره وغدي نديرو فوق من ديال حشوة شوية ديال جبن محكوك صافي وغدي نجمعو الجوانب بهالطريقة هادي كيجيو صراحة ساهلين البنات كنتمنكم ان شاء الله تجربوهم صافي كنخليهم بحل هاكا وننضيروهم فوق الصينية لغدي ندخل الفرن ونعود معاكم وحيدة اخرى نحاول البنات مرة مرة نزرب لكم شوية الفيديو باش ما يجيكم ش هكا يا طويل وما يجيكم ش الفيديو أمومي وكندون ارى كل شي واضح يعني بالمقادر بالطريقة بكل شي نديرو شوية ديال حشوة شوية ديال جبن وكنجمعو الجوانب بهالطريقة هادي انا كان بسط لكم الطريقة بش يعني ممكن هدرش على البنات اللي تبارك الله ملفين هادي المسائل هادي يعني ابنات اللي مبتدئين آآ بهالطريقة هادي آآ كل شي كيجيهم ساهل والتحجم ما هي صعيبة غدي نستمر البنات هنا على هالطريقة هادي حتى نكمل العجين كامل اللي عندي ونطلق معاكم كيفاش غدي نزينو الوجه ديالا موسيقى 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 نبسط الوجه انا لا تريد ان يجبوني من فوقين كثيرا نبسطوني وضع الوجه سوف نأخذ 1 صفر بيضاء سوف ندهن لهم الوجه كامل بهذه الطريقة بقوا معي بشوف طريقة جيدة سوف ندهن من السمين بهذه الطريقة سوف نأخذ المنزل سوف نأخذ المنزل من المنزل سوف نأخذ المنزل سوف نأخذ المنزل سوف ندهن على الوجه كامل الخبيزات نضيفه 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 نتمنى ان شاء الله هذا الخبيزات سوف ننالوا الإعجاب وانا متأكدة منهم سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نستمر نضيفه بهذه الطريقة حتى نكمل جيدة الوجه كامل الخبيزات سوف نضيفها سوف نضيفه لقد نضيفه نضيف الزعيطرة نضيف الزعيطرة نضيف الزعيطرة بالحشوة نضيف الزعيطرة نضيف الزعيط نضيف الزعيطرة بعد ان نكمل العجين كامل والبريوش ديالنا لبنات ها هما يبعد مخرج من الفران تشوفوا لبنات كيف يجيب العجينة تجيب حلقة صراحة مهويين ورطبين ان شاء الله لبنات تجربوهم وبحشوة تجي حتى هي ديدة بزاف نتمنى الفيديو ديالي وما لبنات يعجب ديالكم لا تنسونيش من اللي جيم دائما اللي باقي ما فعلش الجرس فعلوا الجرس باش يصلكم دائما الجديد كنشكر البنات اللي متابعيني دائما لها ليخطيكم وهنا يا البنات حتى هدوك اللي شوصون حتى هما يجيوا صراحة ازوينين غن خليكم هنا يا الى فيديو الجي ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة